اكدت سعالة الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى بن ندعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة الحرص على موصلة تمكين وتطوير القدرات البحثية للكوادر الوطنية للخروج بدراسات وبحوث علمية تساهم في عملية التنمية وذلك ايمانا من المعهد بهمية البحث العلمي كونه عنصرا اساسيا الارتقاء بكافة المجالات ومن بينها رفع جودة الأداء المؤسسي جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية والذي أقيم بالدوحة في دولة قطر الشقيقة وأشارت الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى الخليفة خلال الاجتماع إلى استعداد المعهد للعمل على عداد دراسة بحثية شاملة لحصر الاحتياجات البحثية على مستوى دول مجلس التعاون وذلك بالتعاون مع معاهد الإدارة العامة ونظرائه في دول المجلس مشيرة إلى أن هذه الدراسة ستشكل مرجعا موثوقا لتحديد الأجندة البحثية التي هي بحاجة إلى المزيد من التركيز خلال الفترة الحالية والمستقبلية بما يسهم في الخروج بدراسات وبحوث علمية إدارية رصينة تسد الاحتياجات والفجوات البحثية وتزيد من الرصيد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهمة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين دول المجلس في مجالات الإدارة العامة ترجمة نانسي قنقر